فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صرط مستقيم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام هو الصلاة قال الله سبحانه وتعالى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله سبحانه وتعالى افترض على عباده خمس صلوات يصلونها في اليوم والليلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر وقت الظهر يبدأ عند الزوال الزوال هو أن الشمس بعد أن تطلع من المشرق تصل إلى نقطة إلى كبد السماء كما يسمى النقطة التي بعدها سيتحول ظل الأشياء إلى الاتجاه الآخر يتحول ظل الأشياء إلى اتجاه الشرق عندما تتحرك هنا يبدأ وقت الظهر وينتهي وقت الظهر عندما يصبح ظل كل شيء بمثل طوله هنا يبدأ وقت العصر وينتهي وقت الظهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس الشمس عندما تقترب من الغروب تصبح صفراء فوقت العصر ما لم تصفر الشمس لكن يجوز بعد صفرار الشمس وقبل غيابها يجوز أن تؤخر العصر إلى ذلك الوقت لكنه وقت مكروه جدا لورود حديث آخر أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وعندها تكون الشمس صفراء فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني هو الوقت الأفضل لصلاة العصر وإنما بعد ذلك الوقت يكون فيه كراهة أو يكون فيه إثم على التأخير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق المغرب يبدأ عند غروب الشمس مجرد ما غربت الشمس ولم نعد نراها بدأ وقت المغرب ينتهي وقت المغرب إذا سقط نور الشفق عند غياب الشمس يكون هناك نور أحمر في السماء إذا اختفى هذا النور الأحمر انتهى وقت المغرب وقت قصير جدا على فكرة يعني بحدود نصف ساعة قد يطول في الصيف قليلا لكن وقت قصير لأن بعض التقاوين فيها أن وقت المغرب ساعتين أو ما شبه ذلك انتبهوا إذا غاب الشفق الأحمر فقد انتهى وقت المغرب انتهى لهذا يعني يقولون العوام المغرب غريب لأن وقته قصير جدا انتبهوا لهذه النقطة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى نصف الليل نصف الليل الليل يبدأ بالمغرب وينتهي في الفجر عشر ساعات نصفها خمسة بعد المغرب بخمس ساعات إذا كان الوقت يعني عشر ساعات بعد المغرب بخمس ساعات ينتهي وقت العشاء إذا كان بين المغرب والفجر اثنى عشر ساعة بعد ست ساعات من المغرب ينتهي وقت صلاة العشاء قال ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس الفجر يبدأ عند ظهور نور أبيض على امتداد خط الأفق وينتهي إذا طلعت الشمس إذا طلع شيء من الشمس انتهى وقت الفجر من صلى الفجر بعد هذا الوقت فليست له صلاة ولا كأنه صلى إلا إذا كان عنده عذر من نوم غير متعمد يعني عير المنبه وما شابه ذلك أخذ الأسباب ولم يفق عندها يجوز له أن يصلي متى فق أو أنه نسي كان صاحيا وقت الفجر ونسي أن يصلي فهذا يعذر ويصلي متى تذكر لكن أن يتعمد أن يصليها بعد طلوع الشمس فكأنه لم يصلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة الحديث رواه مسلم وزاد بن ماجة فإن تركها فقد أشرك فإن ترك الصلاة فقد أشرك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صرط مستقيم